الأدوية قد لا تكون دائما حلا للضعف الجنسي الرجال الذين يتناولون عقاقيرة مثل الفياغرا والسياليس يستمرون في الشكوى والتعبير عن انعدام الرضا بخصوص حياتهم الجنسية مقارنة بالرجال الذين يعيشون حياة جنسية طبيعية وفقا لنتائج دراسة استقصائية أجراها باحثون في جامعة وانشستر ببريطانيا ومثل هؤلاء الرجال يقلقون حول كل ما يتعلق بمستوى الرغبة ونشاط الجماع ووتيرته يقول الباحثون ان الوظيفة الجنسية لدى مثل هؤلاء المرضى تتحسن لكنهم لا يبدون سعادة في علاقاتهم بشركاتهم وفي كثير من الاحيان يكون نشاطهم الجنسي طبيعيا لكن تركيزهم المكثف على حياتهم الجنسية يثير لديهم شعورا مستمرا بعدم الرضا وكلما زاد تناولهم للفياغرا زاد شعورهم بالحنق على الرجال الطبيعيين الدراسة وجدت ان 16% من المشاركين في الاختبارات بمن لم تكن لديهم القدرة على البدء بالممارسة الجنسية كانوا قلقين على حياتهم الجنسية و18% منهم كانوا غير راضين عنها و97% منهم يتناولون عقار PDE5I الخاص بتنشيط القدرة على ممارسة الجنس ويعلق الخبراء على القلق من العجز الجنسي بالقول ان اي شخص له شعر كثيف على رأسه لا يفكر بالصلاع اما الشخص الذي يظهر عنده الصلاع بشكل بسيط فينتابه قلق كبير من تساقط الشعر في حين ان الاصلع لا يأبه بتساقط المزيد من الشعر اشتركوا في القناة